المؤسسة الوطنية ومتبقية من العقوبات الأصلية للمحكومين بها وبهذه المناسبة أوضحت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن العقوبات البديلة ترتكز على تأهيل المحكومين بغية إدماجهم في المجتمع وتعمل على أنسنة العقوبة ونشر روح المحبة والتسامح والمسؤولية والشراكة المجتمعية وأكدت خوري أن مشاركة المؤسسة ضمن الجهات المعنية في تطبيق نظام العقوبات البديلة تأتي في إطار استراتيجية وخطة عمل المؤسسة للمساهمة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين فضلا عن إيمانها بأهمية قانون العقوبات والتدابير البديلة الذي يعد تجربة نرائدة في المنطقة تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان ودعت خوري جميع المستفدين من هذه الفرصة سواء أهالي أو محكومين إلى التفاعل الإيجابي والتعاون مع الجهات المختصة لتحقيق الغرض الجوهري من العقوبة البديلة ترجمة نانسي قنقر